هنعمل صابون جليسرين شفاف من الصفر علشان عايزة اشرح اكتر الطريقة ومحتاجاكم ان تركزوا معي قوي طبعا في الشرح انا هعمل صابون جليسرين الشفاف ده بالعود وجمان بورق النحاس اول حاجة انا هضيف الاضافات بتاعتي انا هنا معايا حمض الشامعة وهنزل فوقيه بزيت جوز الهند انا مش هتكلم في المقادير عشان تركزوا في الطريقة نفسها والمقادير هسيبها لكو تحت في صندوق الوصفة اسفل الفيديو كمان مع لنكات الاماكن اللي تقدروا تشتروا منها بعد ما نزلت بزيت جوز الهند هضيف فوقيه زيت الاليك زيت الاليك لو ما عنديكش في بلدك زيت الاليك تقدري تستبدليه بزيت الخروع بنفس المقادير مش هيغير في مقدار هيدروكسيد السوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم هي هي وهنزل كمان بالجليسرين وهضيف فوقيهم بقى في الاخر المونو بروبولين جلايكول الوصفة دي ما تقدريش تستبدلي المونو بروبولين بالكحول عشان بس الناس بتسأل او في كتير او في النقطة دي وهنا بنزل هي بكل كمية المونو بروبولين جلايكول وهاخدهم على البوتاجاز يدوبوا بقى قبل ما الحمد الشمع دي يدوب مع زيت جوز الهند وبقية الاضافات وقرب لما احس ان كله هيدوب هبتدي يقلب بايد وبالايد التانية هبتدي ادوب الهيدروكسيد السوديوم في الماء المقطر الوصفة دي سريعة جدا زي ما هتشوفو حتى ما فيش وقت ان انا ايس درجة الحرارة انا بشتغل على اقصى درجة حرارة عشان الناس اللي بيسألوه درجة حرارة كام لو انا وقفت عشان ايس درجة الحرارة هبوز طبقة الصابون خالص يعني هي لازم تبقى سريعة قوي وكله في بعضه شايفين هنا انا حاسة انه هو خلاص الحمد الشمع اللي هو السيريك اسد ابتدي يدوب فبسرعة كده بنزل بهيدروكسيد السوديوم فوق الماء المقطر وقلب ووقت لما اجي هضيف انا هشيل الحلة من على النار علشان تفهموا ان انا يعني خلاص وقت بضيف هيدروكسيد السوديوم بيبقى طافية النار فانا شلت الحلة كلها من على النار عشان يبقى الفيديو واضح يعني شايفين هنا ده بازاي بسرعة جدا هشيله كده وهبتدي انزل شوية شوية بهيدروكسيد السوديوم بسيط جدا لان هتشوفوا دلوقتي بيبقى ولو نزلت بيه كل مرة واحدة هيفور هيفور يعني يعني هيبقى لقدر الله مش يعني خطر يعني وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا لابسة جوانتي دقيل ولابسة كمان ماسك عشان الغازات بتبقى كتير قوي لطلعة ولابسة كمان نظرة واقية ولابسة فايس شيلد لان انا اساسا بدوب هيدروكسيد السوديوم والله انا بستخدم هيدروكسيد السوديوم البالي واحدة منهم نطت كده نطت في وشي لما كنتش لابسة فايس شيلد او نقدرها تحمي عيني كان هيبقى مشكلة بفضل اقلف اتجاه واحد وهو هيدوب تماما وانا مش عارفة ازا كان يعني ايوه واضح لك اهو كل ما بنزل كل ما ببقى في فوران كده بسيط فبنزل في فوران فبنزل بكميات قليلة بكميات قليلة من محلول اللي اللي هو هيدروكسيد السوديوم مع الماء المقتر مهمة اوي 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 التقليب انا هنا عاملة كمية يعني عاملة كمية كبيرة علشان انا عامل كزا نوع صابون اه بس انا هسيب لكم في في صندوق الوصف اه الكمية بتاعة كيلو واحد بس لكن انا عملت الوصفة اللي هي الخمسة كيلو وهي اللي موجودة على على القناة تقدروا تشوفوها لو انتوا عايزين تعملوا كمية كبيرة شايفين كمية الدرجة الحرارة فضيعة يعني اه عشان الناس اللي بيقولوا اه ان اللي بيحصل لهم مشاكل ان هو مثلا بيلاقوا الزيت فصل او كده لا هو بلازم تقليبي كويس قوي وكمان في الاخر لما بنصب الزيت في الاوالب لازم نستنى غاية لما يبرد خالص قبل ما نغطيه اه هنا بقى انا اه هنزل بالسوربيتول اه فوقي الكوكو بتاقين اللي هو معزز الرغوة وبقلب وانزل بهم لو انت ما عندكيش سوربيتول اه تقدر يتعوضي الكمية دي بكمية متساوية من اه تعملي محلول سكر مع اه مع ماء مقتر الماء المقتر بالمناسبة انا دلوقتي اه جبته من الصيدلية اه بجيب اه كياس زغيرة كده الكيس خمسين ميلي اه علشان ده اضمن حاجة يعني لان اه لو لو الماء المقتر مش نقي بيطلع الصابون مضبش كده وهنا انا نزلت بالتراي اثينول امين اخر حاجة اه والتراي اثينول امين مسته ان هو بيعلي الشفافية جدا وبفضل اقلب برضو في اتجاه واحد لو انت في بلدك مفيش تراي اثينول امين تقدري تستخدمي التون تمانين او البولي سوربيت تمانين اه في ناس بيستخدموا العشرين طبعا بس بيبقى اقل شوية من ال اه يعني الاحسن اللي بتستخدمي التون تمانين وهنا بقى هبتدي انزل في في العبوات بتاعتي العبوات دي عبوات اه حجم كيلو كده واما واما هنزل بيهم هستنى لغاية اه لما يبرد قبل لما اقفل عليهم علشان اه برضو الصابون ماي مايبقاش اه ميعملش ضباب يعني او او البخار ده ممكن يبوز الصابون وبص تلاقي برضو الزيت اه فصل اه هي هي الوصفة سهلة لكن في نفس الوقت صعبة يعني هي محتاجة اه تركيز عالي جدا اه محتاجة تنظيم اه بجد مش اه يعني اللي يعني لو لو انت مش منظمة يعني اه ممكن تبوز منك الاحسن حاجة لما تلاقي حاجة صعبة قدامك ان انت تقسميها يعني انا مثلا هقول لانا بكرة هعمل صابون جليسرين الشفاف اروح وزن كل حاجة من بالليل ابي انا ايه اختصرت ايه مرحلة وامغطيهم بالستراتش كويس قوي وتاني يوم ابتدي ان انا اه اشتق معادة طبعا ما توزينيش هيدروكسيد السوديوم قبليها علشان مايخدش رطوبة لو هيدروكسيد السوديوم واخد رطوبة برضو مش هيأثر على الشفافية اه وحاولي ان انت تجيبي هيدروكسيد السوديوم بلي بدل هيدروكسيد السوديوم القشور لانه برضو بيفرق في في الشفافية جدا يعني امدى الخمس جرادل واسبهم براحتهم خالص لحد لما يهدوا تماما وبعد كده اغطيهم واسيب الصابون ده ليلة كاملة وهرجع بقى تاني يوم اشتغل فيه هنا بعد ما مليته كله كده زي ما تشايفين اه معلومة تانية بس قبل ما انسى اه قبل ما تقرري تعملي سابون جريسرين شفاف تتفرجي على الفيديو من اوله ولاخره ما تجريش الفيديو ابدا وكمان تتفرجي على الفيديو مرة واثنين وتلاتة لان اه يعني هي وسهل لكن هو صعب لاني لو 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 تلخبطي في حاجر ممكنتش سريعة كفاية الوصفة مش هتثبت ابدا هنا بعد ما اه برد ابتدي بقى ان انا ايه اغطيه وهسيبه بقى لغاية تاني يوم وتاني يوم هنرجع نشتغل اه نرجع نشتغل فيه تاني هنا خلاص بعد اه اربعة وعشرين ساعة بقى هبتدي اه ان انا اشتغل في الصابون بتاعي اه انا هنا جبت سكينة كده فلات اه ومشيها كده دار دار لان انا عايز احافظ اه على العبوات بتاعتي عشان ارجع اعبي فيها تاني اه مش حكاية اه ان انا بدل ما اشتري لا اه هي علشان بدل ما اعمل مشاوير ان انا اشتري الحاجات ومشاوير بالنسبة لي صعب نزول العتبة وكده فانا بجيبهم من من منطقة اسمها الجامع الاحمر في العتبة وهو الصراحة مشاوير صعب قوي فكده احسن لي ان انا احافظ عليهم يعني فهنا بعد ما طلعت الصابون بتاعي هقطعه واريكل الشفافية بتاعته من جوه عاملة ازاي زي ما انتو هتشوفوا دلوقتي شفاف شفاف جدا وما فيش بقى زيود فاصلة ولا اي حاجة من الكلام ده لان انا استنيت لحد لما برت تماما وبعد كده غطيته فهتلع طبعا تاني يوم تلع جميل جدا يعني وشايفين عامل ازاي اه فضيع يعني جميل جدا يعني جودته يعتبر صابون جودة عالية جدا يعني شايفين دي قطع كمان كبيرة يعني شايفين الشفافية عاملة ازاي هبتدي بقى قطع الصابون بتاعي قطع كده مربعات اه وانا هتدي اه ادوب الاول اه نص كيلو اه اه وهدوب على نار مباشرة اه على المتجاز عادي جدا بس اه طبعا مش مش هعلي النار قوي هدوب على نار هادية وهو بيدوب على طول الحياة اشتركوا في القناة منقله في حلستان ستيل اه صغيرة اه لازم تبقى حلستان ستيل على فكرة مش مش تفال او مش حاجة تانية يعني اما تحطيه في بايركس واتدوبيه في الماكرويف قبل منقل الحل على النار انا جبت اه اه ورق النحاس ده الورق ده انا كنت جايبها علشان الريزن عملت بيه الصينية بتاعت اللي انت شفتوها في الفيديو اللي فات اه اه انا كنت جايبة منهم ورق دهب وورق فضة وورق نحاس فانا لقيت ان ما حدش قبل كده عمل الصابون الجليسرين بورق النحاس فقلت ان انا ايه اعمله كنوع من التغيير وكمان حاسة انه هو هيبقى اه 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 لايق قوي مع العود اكتر من الورق الدهب فبنزل كده بشويش قوي اه اه هو مفروض انه بيجي ورق كده في ضفتر بس هما بعتهولي في عبوات كده صغيرة ومكالكع كده فاتصرفت بقى بالخلة بتاعت الشيش تغوك وبقيت اقطع منه كده زي ما تشافين وانزل في في القالب الصابون ده انا هحطه في الصينية اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات اه ودي تبقى فكرة لهدايا اه واحنا داخلين على موسم رمضان وفيه عزومات كتير قوي وكده فتغيير طبعا عن انك تروحي بقى واخدها حلويات وحاجات كده لقى تاخدي حاجة زي كده تبقى اقيم يعني لان طبعا في العزيم ببقى كل الناس جايبين حلويات ببقى حلويات كتير قوي انت لما تاخدي هدايا زي كده تاخدي هدايا قيمة وطبعا لو حد هشتريها تبقى غالية جدا فطبعا اقيم مليون مرة من ان تاخدي حلويات شرقية او كده يعني موسيقى دلوقتي هنا خلاص بقى نقلت الصابون بتاعي على البوتاجاز وهعملوا على نار هادي قوي زي ما زي ما قلتلكو وهو ما بياخدش دقتين وبيكون خلاص داب يعني وهنا هطلعوا آآ وعلشان درجة الحرار متبقاش يعني عالية قوي وآآ في في الحلة فانا هنقلو دلوقتي في آآ في بيكر آآ بايريكس وهزود له العطر آآ والعطر هنا انا بضيف بالزبط آآ خمسة وعشرين جرام عطر على الكيلو انا هنا استخدمت كمان العطر اللي عود الابيض وآآ وعلى نص كيلو هضيف آآ اتناشر جرام ونص وهرجع تاني لما اجي ادوب بقية الصابون الجلسلين عشان اقام لبقية اللوالب هرجع ازود تاني البقية العطر. اشتركوا في القناة الطاقة ورق النحاس بيطلع شوية الاوشي الصابون فانا بلحقوا بخلة الشيش طابوك دي وبنزله لتحت تاني وبينزل معي. انا عايزها في نص الصابون مش عايزها على الوش. الفقائع اللي بتزهر على الوش بعد ما بنزل بالجليسرين في القالب. دي هرشها دلوقتي بكحول ايثيلي ستة وتسعين او خمسة وتسعين هتروح على طول. بس ما ينفعش ان انت تستخدمي كحول سبعين هيبقى وزلك الصابون. القالب ده انا كنت مالية نصه بس. فنشف بسرعة فانا هتلعه كده عشان اعمل اختبار الشفافية. زي ما تشايفين جميل جدا. والورق النحاس مبين قوي الشفافية بتاعة الصابون. كمان عايزين نجرب الرغوة عقبال ما بقيت الصابون يمسك. هنجرب الرغوة في القطعة دي. هنجرب بقى كده الرغوة مع بعض. الرغوة قوية جدا طبعا علشان الصابون اه هو رغوته حلوة وكمان انا محطة معزز رغوة كمان محطة الكوكو بتائين. الصابون ده اه حلو جدا طبعا لغسيل الغسيل اليدين. اه مش لغسيل الجسم طبعا. اه لان صابون الجليسرين اه من طبيعته ان هو اه يعني بيدوب بسرعة مش زي الصابون التاني اللي احنا عملناه على طريقة ساخنة او الصابون اللي على الطريقة اله اله بردة لا هو له طبيعة خاصة يعني. فانا بفضل ان صابون الجليسرين خليه على الحوض لغسيل اليد. هبتدي بقى اغلف الصابون بتاعي بالاا دي خطوة طبعا مهمة جدا. اول لما الصابون يجف ويطلع من من القالب لازم على طول تغلي فيه. وهنا انا بجرب كده كده طبعتهم وكتبت عليهم عود وكده. اه بس مع يعني ما عجبتنيش الفكرة. رقيت ان من غير الستيكر احلى فمش هكمل لازق ستيكرز يعني. وده الصابون بتاعنا بقى حطيته في الصانية اللي انا عملتها في الفيديو اللي اللي فات. الصانية الرزن. اه طبعا هداية حلوة جدا تخديها معك اي عزومة في رمضان. اه هداية قيمة جدا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر